اشتركوا في القناة وحقق الحلم دياله بإخراج فيلم أمريكي من بطولة النجمين الأمريكيين العالميين ميكي رورك وإيريك روبرتس طيب ديالي اليوم هو الشاب المغربي عزيز تازي عزيز مرحبا بك معنا على موقع 360 أول حاجة قنا كيفاش بديتي تجربة ديال كمخرج أفلام في هوليوود شكرا سيمو أنا جيت في 2012 للميريكان كنت في يونيورسيتي في بركلي كنت كنقراء هنا وشديت للمستر ديالي ومبعد مني سليت جيت للوس انجلس باش نبدا الحيات ديالي هناك كمخرج مني جيت هنا كنت كنخدم في واحد المهرجان ديال أفلام العربية وفي نفس الوقت كنت كنحاول باش نبدا هالفيلم الليول جليلي هو نايت وارك شنو هي القصة ديالفيلم ديالك الجديد نايت وارك اللي غاي خرجها للعام نايت وارك القصة هي مبين واحد الرجل الأمريكي اللي تلقها بوحل المرأة عربية وبغاي يطلب لها ازواج لبلادها فالبلاد جالها في شرق الأوسط هناك واحد المشكلة قام على بوليس اللي هي فيها رنشوا وفي واحد الوضعية معينة قتلوها وسموها في الأمريكي باش ما يتيحوش واحد الأزمان الديبلوماسية هناك تصفته الحبس في المريكان وبدأ واحد الخلوة النفسية روحانية باشي بين مدروالو ومني تلقها بواحد المحبسية مسلمين هذيك الوضعية طورت ورجعت قضية جنائية هاد الفيلم ديالك صورته ما بين هوليوود والمغرب كيفاش كانت تتجربة تجربة كانت صعبة وكن عجيبة احنا دوزنا تلسنين في التورناج حيث كانو عنا واحد مشاكل في الانتاج وحبسناه في الوسط ودننا التورناج ما بين الامريكان والمغرب في المغرب كانت عنا واحد لكيب كبيرة وجيبنا الممتلين الامريكيين وداز كل شي مزيان حيثا لكيب داروا واحد لمجهودات كبيرة باش كل شي يكون زوين وكانت واحد فرصة زوينة باش يخدموا مع الممتلين الامريكيين وكانو احتى بطبيعة الحال واحد سهيلات ديال الادارة المغربية لباقي نشكرهم حيث مساعدتهم كانت كبيرة مبعد في الامريكانت كانت طورناج ديالنا مختلف حيث ما كانوش عنا الامكانيات ديالستوديوات الكبار واخاكا كبالسيستم دي ديالنا صورنا في استوديوات اخرى ودننا دكشي زوين لي خرج الازماج اللي كيم كلك تشوفهم هما مزيانين ما بين المغرب والامريكان كاموخرج مبتدي كيفاش قدرتي تجيب ممتل المعروفين كم ميكي رورك و ايريك روبرت اللي هو خو جوليا روبرت الممتل العالمية كيفاش قدرتي تجيبهم في فيلم ديالك اول حاجة باش ننقرب لهم هي سكريبت وردت لهم سكريبت وكان احتم بعد مني شافوا الحب والرغبة ديالي باش نصوب هالفيلم قبلو باش يخدموا معايا طبعا الحال كان واحد الجانب المالي في النقاش معهم وكان قبلو باش يخدموا معايا بواحد ثمن لي هو قليل من لي كي يخدو في الافلام الاخرى وعلاش حت مني هدرت معهم وردت لهم حت انا عندي واحد رغبة باش نوري واحد صورة ايجابية جال العرب والمسلمين في هاليوود اللي هي ما كيناش اليوم مني كينشوفوا الافلام العرب شنه هما عنا ثلاثة دلحوايج الارهابيون الشيوخ جال الخليج ولا شطحات وهاتش ماشي معقول علاش ماشي حقيقي الامة ديالنا كبيرة ومختلفة عنا الاشخاص جال الفن والعلم والثقافة وبزار الحويج انا في هالفيلم بغي نوري واحد صورة اللي هي حقيقية جال الامة ديالنا في الجميع ديالنا كل شي اعرف بانا كين واحد اللوبي قوي في هاليوود واش مخرج مغربي في حالك يقدر يدير بلاسو في هاليوود كين لوبي قوي وكن انا ما كندنش كينة واحد لقوة المخبعة اللي كتبغيت تمنعنا من نجحه في هاليوود كاجنبيين علاش انا كندن ان كل شي يمكنه يجي لهاليوود وينجح لك انت عندو واحد الافكار وواحد الباراعة دياله وعلاش حيث منك يتلقى بالناس خصك تقنعهم باش يخدموا معاك وكي عددير كيبغيو يشوفو افكار جديدة وكيبغيو يشوفو واحد القصة ديالك والرسالة المهمة بالنسبة لي انا مني جيت بديت كينهضر مع الناس وشافوا بانا الاخراج ماشي هو هاري اختيار ديالي الاخراج هي موهبة وهاكاي مني كنت لقى بالناس عجبهم الحال وهناي في الامريكان بدأوا يديروا التقافيه وبغاينوا يمشوا معيه في هال المغامرة كمخرج افلام مغربي في هوليوود كيف يجدير الحياة ديالك اليومية في الامريكان ماشي بحالي كيدلنوا الناس طبيعا الحال التغناج هي الفترة المتيرة في الفيلم لكن الفترة اللي فيها بزاف ديالستخيس وقبل من التغناج كان توجاد اخصك تدير واحد تنظيم وما تنسوالو تكون تباه لكل شي وفي هاد الفيلم كنا كنصورو ما بين المغرب وواحد البلاد في افريقيا والبلاد في امريكا وانا كمخرج مستقل عندي باندان عندي واحد المسئولية اللي هي كبيرة حتى خسني ندير الاخراج وكان خسني نفكر في كل شي وضايات الدكار وواش عنا الوقت باش نساليه ووالوقت كي تقام بزاف الفلوس وواش يمكن لين نصور شي حاجة بلا من استعمل اللي زافي سبيسيو اذا كان هادوك المسئوليات كلهم شوية صعيبة في هذا الفيلم ومبعد من كي تسالي التغناج كي نعود واحد للفترة اللي ما كي يعرفوش بزاف دالناس هي دال المونتاج والتالوناج والميكساج اللي هي مهمة تهيا كي تكون فيها شهور وكي تكون كي تخدم عشرة ولا اتناش تسوية كل نهار مبعد كي نواحد للفترة واخد اخرى اللي هي خسك تبيع الفيلم وهاتش ماشي مضمون وكن هاتش يكون لون من كي تسالي الفيلم وكي توريه وكي يشوفوه الناس بحل واحد طفل اللي كي خلاق واحد المجهودات كل هم اللي يدرتي كي يكونوا سانفو العبان كي يكونوا ما كين ندمش وكي يعجبك الحال وش أولتش فيه فيه في المغرب والتعامل فيه مع الممثل المغربة عندي واحد المشروع الجاي اللي هو واحد القصة الحقيقية دل واحد المهاجرة اللبنانية اللي جات للميريكان وبدأت كتخدم مع الـ FBI وصيا وبدأت ارجعت قوية هنا في الميريكان وهي بحل واحد القصة الحقيقية دل جيمس بوند دل العيالات اللي هي وقعت هذاك الفيلم ما بين الميريكان والشرق الأبسط والتعامل بغيت نصوره عاود ان شاء الله في المغرب علش كانت واحد تجربة ديالي في المغرب إيجابية وناجحة وكنت منها ان شاء الله نرجع وعاود نخدم مع الليكيب ومع الممثلين المغربة بحل اللي دلنا الفيلم الأول شو نصح هديالك للشباب المغربي اللي تيحلم رجع مخرج أفلام في حالك هنا في وليوود نصيحة جالي موجدوا راسكم باش تتحيوا بزاف اللي بغيتوا تجيوا هنا وتصوبوا الأفلام الميدان جل الأفلام هو صعيب لا كانت عنكم وحدة الرغبة هيرهاكاك ولا بغيتوا الشهرة ما عم كلكمش تنجحوا ولكن حتى هناك كيمكن لك تسقط عادي وكان بزاف تل مرات اللي عادي تتلقوا من الأشخاص اللي عايقول لكم لا خمسين دل مرات قبل ما يقولوا لياه مرة وحدة ولا كان عندكم زهرة ولكن لكان عندكم وحدة الرغبة على الإخراج ومتحمسين ليه وكتفكروا فيه الليل ونهار كنصحكم زعمو صوبوا الأفلام في المغرب صيفتوهم المهرجانات العالمية صوبوا الأفلام بالنجليزية أجيوا لهم كلكم الأمريكان وقرأوا هنا ولا أخدموا هنا يتلقوا بالناس ديروا الرئيزة ديالكم من يتلقوا بالأشخاص عا تبدأوا توريوا لهم هذا الحب والرغبة هو اللي عا يفتح لكم الأبواب عزيز شكرا لعاد اللقاء ونتمنى لك المزيد لنتعلق في علام السينما هنا في هوليوود شكرا مشاهدي تخصنص وصاب شكرا على تسبب لكم هذه الحلقة ونعطيكم موئي جديد القسبو الجاي مع نايدا فوليوود إلى اللقاء